وفي السياق ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور آيات العنبر بداية الدكتور أهلا ومرحبا بك يعني الأحزاب تقدم مرشحيها هذه المرة بصفة مستقلين هذه الحركة هل ستنطلي أو ستمشي على الناخبين برأيك؟ لا حقيقة هم يحاولون استقطاب جزء قليل من المجتمع وفق هذه العناوين المستقلة لأن الأحزاب تدير الانتخابات وفق ماكنة انتخابية ووفق استقطاب الزبائن فهي لا تستقطب هذه الشخصيات الكثير من الجمهور ولكن قد يكون هناك نوع من محاولة تغيير الوجوغ من خلال عناوين مستقلة أو من خلال العناوين لم تستهلك في العملية السياسية وهذا نوع من المراوغة تلجأ إليه الكتل السياسي لكن تعويلها بالدرجة الأولى والأخيرة هي على زبائنها السياسيين وعلى المرشحين التابعين لها وقد يكون هذه ورقة جديدة تحاول أن تطرحها لكسب مقائل جديدة وقد تكون أنها بالتالي دكتور هذه المراوغة أو المناورة التي وصفتها هل ستنطل أيضا على الناخبين؟ لا لا بالتأكيد لا هناك الكثير من القضايا الجمهور بحد ذاتها المشكلة ليست في قضية المرشح وعلاقته في الناخب هذه المشكلة أصبحت جزئية من جزئية العملية الانتخابية وثقة الجمهور بالانتخابات لأن الانتخابات على مستوى النتائج والمخرجات ليس هي من يتحكم بالمشهد السياسي والعملية السياسية وإنما بتمشية الأمور وفق بزاج الزعامات ومصالحهم وارتباطاتهم ومن ثم المشكلة في القناعة بالانتخابات بغض النظر عن تفصيل هذا الشخص وذاك الشخص من ينتخبوه وهذه هي المشكلة الأساسية التي تقف عائقا أمام الرغبة في المشاركة في الانتخابات نعم أيضا دكتور ربما هذه المرة هي الأولى من نوعية يعني هناك بعض الغموض في حجم المشاركة للناخبين في الاقتراع المقبل ما هي توقعاتك؟ يعني حقيقة 2018 كانت نسبة متدنية جدا لو لا التصويت الخاص وأن هناك شبخ يعني تحشيد بهذا الموضوع لكانت نسبة المشاركة الجمهور متدنية جدا تقارير التي تحدث عنها المفوضية بـ 17 مليون من تسلم الأوراق الانتخاب أو بطاقات الانتخاب هذه الرقم قد يكون أنه رقم كبير جدا لكن على مستوى إذا شارك حقيقة كانت نسبة المشاركة 20% فأعتقد أن هذا الرقم قد يكون عطب أساسي أو مشكلة أساسية في قضية شرعية هذا النظام وشرعية العملية السياسية بصورة عامة لأنهي الانتخابات تمثل فوقت من طع السنة ومن ثم يشارك فيها هذه النسبة المتدنية فنكون إذا مشكلة حقيقية في أن يكون هذا النظام السياسي هو معبر عن إرادة الجمهور أو النسبة الأعام من الجمهور حتى الديمقراطية تعمل وفق الانتخابات أو المشاركة ولكن صح تعمل وفق منطقة الأغلبية لكن الشرعية يجب أن تكون هناك إجماع وطني عليها وعلى إجماع وطني على أن هذا النظام أتى بطريقة شرعية هذه المشكلة التي ممكن أن تظهر في قادم الأيام إذا كانت نسبة المشاركة حتى لو كانت أقل من 50% نعم لو نتحدث عن تشرين هل تعتقد أن تشرين غائبة بشكل شبه كامل؟ كيف سيؤثر على الانتخابات؟ يعني حقيقة هناك مشكلة في إدارة هذا الموضوع بدأت منذ أيام الانتخابات على اعتبار أن تشرين هي من رفع الشعار الانتخابات المبكرة وهي من طالبت بقانون انتخابات لكن يبدو أن تهيئة للخطوة القادمة لم تكن استعدادات من قبل حركة احتجاجات تشرين ولذلك البعض أو الكثير من قوة شرين رفضت المشاركة في الانتخابات أو انسحبت من المشاركة في الانتخابات في قبال هذا أنه سوف نكون إذا مشكلة متجذرة أو تبقى هي ندور في دائرتها وهي أن الكثير من المشاركة بالحركة الاحتجاج يبقوا غير مقتنعين بالمخرجات التي تخرج بها الانتخابات وهذه المشكلة سوف تقعد نفس المشهد الذي حدث في 2019 ونبقى في دوامة عدم الاستقرار السياسي على اعتبار أن النظام كما تحدثت قبل قليل أنه سوف يكون هناك خلل في شرعيته على مستوى اجماع بأن الانتخابات لم تأتي بنتائج كما يتوقعها المواطن لكن أعتقد هذا الموضوع سوف يكون أكثر تطورا في قادم الأيام في اعتبار أن الكثير من الجمهور لم يشارك بالانتخابات نعم أستاذ ياسي الدكتور شكرا جزيلا